أكثر من 45 ألف طفل مصاباً بالتوحد في الجزائر رقم لا يأبى التقلص وينتشر بكثرة لدى ذكور مقارنة بالإينات أكثر الأمور تعقيداً في هذا الاضطراب هو صعوبة التشخيص نظراً لاشتراك أعراضه مع أراض التخلف أو التأخر العقلي وهذا الأخير هو الدافع الحقيقي للتقدم إلى الفحص والاستشفاء في مصالح الطب العقلي للأطفال وعليها فدقة التشخيص تتوقف على الخبرات الطويلة للمختصين في مجال الطب العقلي للأطفال لحد الآن العلم والتطور والبحث لم يصل إلى تحديد الأسباب الحقيقية لهذا المرض ولكن فيه مؤشرات كقضية الإنعزار، قضية أن الطفل يكون عنيف في ردود أفعاله، في قضية اتصاله مع الآخرين تكون لغة صعبة أنه يستعملها إلى آخره فالمفروض أن يكون هناك تشخيص بناء على هذه المؤشرات من المختصين وخاصة لبسيكوبيديات اللي هم عندهم اتصال مباشر مع الأطفال من أعراضه، اضطراب في سلوك الطفل أو تفكيره ومعاملته مع الآخرين تأخر نطق الكلام، عدم تواصل الطفل مع الآخرين، الاهتمام الزائد بشيء معين والعزلة الدائمة، وعدم طاعة الوالدين، تكرار نفس التصرفات والقيام بحركات محددة شاذة في يديه أو هزة معينة وعدم اللعب مع أقرانه من الأطفال، والتوقف المفاجئة عن الحديث أو الصمت لفترة طويلة، وعدم الخوف من المخاطر وكد ترتيب الأشياء بدقة وتكرار بعض الكلمات بنفس الطريقة والإقاع يتم تشخيص مرض التوحد عند الأطفال ابتداء من سن 12 شهرا إلى غاية ثلاث سنوات غياب التأهيل والتكوين وبناء الخضورات العاملين مع هذه الفئة في الميدان ما عاد بعض المبادرات لموجودة في بعض المراكز ولا جمعيات يقوموا على أعادتهم بتوفير هذا التكفل وهذا التكوين للعاملين فوجود تكافل نوعي خاص بكل طفل وبكل أسرة ضروري وليس فقط مجرد علاجات عرضية سواء كانت علاجات كيميائية أو علاجات نفسية وتربوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر